أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قمام تابتة تمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين وهو ما ترسخه الدولة من خلال ممارسات فعلية وواقعية في جميع مناح الحياة في مصر وذلك لتعظيم تلك القيم الإنسانية من السلام والمحبة وعدم التمييز لأي سبب ونشر ثقافة التعددية وحرية الاعتقاد مشيرا إلى أن هذا هو التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية دون ارتباط بفترة زمنية محددة وقال الرئيس السيسي لدى استقبال رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط إن الأخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي بأسره وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قد رحب بالسادة الحضور في ضوء عقاد جمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة في مصر منذ تأسيس المجلس عام 1968 من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء الرئيس السيسي مشيرين إلى أن مساهمات مصر القيمة في تاريخ البشرية وسعيها لتحقيق السلام فضلا عن أهمية الدور الذي تقوم به مصر في الشرق الأوسط ومثمنين جهودها بقيادة الرئيس السيسي من أجل التوصل لتسويات للمشاكل الملحة والمعقدة التي تتعرض لها المنطقة والتي تتسبب في معاناة إنسانية كبيرة للبشر مع التأكيد على دعمهم لجهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف فضلا عن تحقيق التنمية والبناء والتعمير في مصر والشرق الأوسط بالكامل هذا وقد استعرض الرئيس السيسي خلال الاجتماع ما تم في مصر من ترميم للعديد من الآثار والمواقع والكنائس المسيحية الآثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة فضلا عن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة وذلك في إطار الاهتمام بحماية التراث المسيحية المصرية ترجمة نانسي قنقر